أنه كان أول مبارح للدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة كان بعث وطلب بعضا من أسر الضحايا الحادث المشؤوم اللي قاله عليك كابتن عدلي في مباراة المصري والأهلي عشان يجتمع بيهم دخلوا الحقيقة فلاقوا الدكتور أكرم الشاعر كان موجود اتخضوا جدا كان صعبان عليهم من اللي تقال وغضبوا وحصل شد وجذب وجذب وشد وشد وجذب وبعض أهالي الضحايا الحياة كانوا زعلانين جدا غضبين جدا جدا منه هو الحقيقة قالك ده شبير اللي شوه صورتي الإعلامية وأنا ما عملتش حاجة المهم الأمور احتدمت بشكل غير عادي دكتور أكرم انصرف من الاجتماع ما حضرش الاجتماع الدكتور مرسي جيل حياة جيل يتكلم معهم قامت واحدة وكان جايب بعض فصيل الشهداء شهداء يناير وشهداء بورسعيد وهكذا دول قالوا لا أولادكم الشهداء لا شهداء حصل شد وجذب وخلاف فظيع جدا باظ الاجتماع فشل الاجتماع للأسف الشديد ولم يتوصلوا إلى أي اتفاقات بالمناسبة بطلب من السادة الاثنين مرشح الرئاسة أن يكون على أوليوات جدول أعمالهم معاملة شهداء هذه المباراة نفس معاملة شهداء يناير بطلبها تاني وطلبتها من المجلس العسكري وطلبتها من المجلس الوزراء وطلبتها من المجلس الشعب وطلبتها دلوقتي من الاثنين مرشحي الرئاسة ويدونا وعد قاطع أنه ده هيبقى منهم لما حد منهم ينتخب لأنه دول لا يقلوا أبدا على الإطلاق ودول فعلا شهداء وفعلا ضحايا أتمنى أن يكون في وعد قاطع وده سهل لبقى مرشد على بوثقة العهد ولا يحزنون أنه يعامل هؤلاء الضحايا نفس معاملة شهداء يناير عاقب أن الأداء أنت قلت الكلام محترم جدا متناشد أي واحد يوصل للرئاسة أن يضع هذا في أولوياته لأن أداء الرئيس القادم هو اللي هيكسبه أرضية أو هيخسره الأرضية هو اللي هيلب من الناس حوليه أو هيبعد الناس عنه